اشتركوا في القناة هنستكمل مع بعض يونت سري اخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت في يونت سري كان صفحة 23 هنشتغل النهاردة ان شاء الله على سيكشن فور بيتكلم على الكونستركتورز طبعا احنا اشتغلنا على الكونستركتورز ولكن هناخد ان شاء الله معلومات جديدة في حاجة اسمها ستارتينج ستيت يعني ايه ستارتينج ستيت بمعنى اننا لما نيجي نعمل انشاء الابجيكت من الطبيعي انه هيكون هناك قيم مبدئية للفاريابلز اللي هي الانستنس الفاريابلز بتاعتي اللي هي الداتا الخاصة بالابجيكت اذا عندي قيم مبدئية اقدر اتحكم في المسألة دي من خلال الكونستركتور هو ده فكرة الستارتينج ستيت عايز اروح اتكلم على الكونترولينج زى انيشيال ستيت اوف اوبجيكتز احنا قلنا من حوالي ثواني انه يمكن تحديد قيم مبدئية او انيشيال ستيت انيشيال فاليوز يعني للابجيكت لما نيجي نعمله عملية كرييت لما نروح ننشئه وهنستخدم في الموضوع ده الكونستركتورز طيب تمام ايه هو بقى الكونستركتور تعريف الكونستركتور الكونستركتور عبارة عن piece of code جزء من الكود بيحتوي على مجموعة من التعليمات لكيفية عمل انيشياليز للابجيكتز من كلاس يبقى كل الفكرة ان انا هستخدم الكونستركتور في ان انا اعمل حاجتين مهمين جدا هروح اكرييت الابجيكت وفي نفس الوقت هتديله انيشيال فاليوز كوية مبدئية طبعا تقدر تكتب الكونستركتور بنفسك وتقدر تخلي البرنامج يعمل لك كونستركتور من عنده كونستركتور هدية هو ده اللي احنا هنتكلم فيه اذا لما تيجي تكتب الكونستركتور بنفسك تقدر تتحكم فيه وبالتالي تقدر تتحكم في فكرة الابجيكت انيشياليزيزيشن ان انا اروح ادي للابجيكت انيشيال فاليو طيب لحد الان تمام قاعدة مهمة جدا 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 ايه هي الكونستركتور بيكون بنفس اسم الكلس اتفقنا عليها قبل كده الكونستركتور لنفس اسم الكلس عايز اشتغل على المثال ده فبقول له public class coordinate ده اسم الكلس طب انت كده استفدت حاجة ايه استفدت حاجة اكيد الكونستركتور هيكون بنفس اسم الكلس عندي هنا الانستنس variables بتاعتي عندي int exposition وبرضو ال y position من نفس النوع اللي اتنين نوعهم انتجر وزي ما اتفقنا برايفت علشان خاطر دي الانستنس variables بتاعتي بطبق عليها مفهوم الانكابسوليشن بحافظ على البيانات بتاعتي بعد كده بدأ يشتغل على ايه الكونستركتور عرفت منين ان ده كونستركتور ممكن يكون مسود عاديا هقولك لا ده بنفس اسم ال ايه الكلس coordinate وcoordinate ده اسم الكلس وده اسم الكونستركتور طيب لحد الان تمام بيكون public ايوة بيكون public زي وزي المسود علشان خاطر اقدر اعمله اكسس من خارج ال ايه الكلس بتاعي طيب تمام عرفت منين برضو اللي هو كونستركتور ما احنا اتفقنا مالهوش return data type ما تكتبليش public void public int public float public double كل الكلام ده لا public واسم ال ايه الكلس على طول اللي هو اسم الكونستركتور هنا تمام طيب سؤال الكونستركتور ده zero argument هقولك لا الكونستركتور ده لو انت لاحظت ليه arguments هيتم تمريرها او هيتم تمريرها تمرير ال two arguments دول كانيشيال فاليوز لمين لل two انستنس فاريبلز لو سمحت ممكن تاني حاضر الكونستركتور ده ليه اتنين argument هيتم تمريرهم كانيشيال فاليوز لمين لل two انستنس فاريبلز اللي هما دول يعني عايز اقولك ان ال x val اللي هي انتجر وال y val اللي هي انتجر هروح اعمل لهم عملية تخزين مش انت بتروح تكريت اوبجيكت من خلال الكونستركتور ده وبتبعتلي ال two values دول جميل هروح اخزنهم فين في الانستنس فاريبلز بتاعتي كانيشيال فاليو كقيم مبدئية فهقوله ال x val حطها فين في ال x position لان انا عارف ان انا بشتغل في ال a في موضوع ال assignment operator ده ال assignment statement ده ال right hand side في left hand side اروح اخزن لل x val في ال x position وال y val في ال a في ال y position تمام يبقى انا عندي كونستركتور هبعت معاك ايام لو سمحت روح خزنها لي في ال instance variables اللي ان اتفقت معاك عليها طيب لحد الان تمام بمجرد استخدام الكونستركتور وعمل invoke لي هيتم create object جميل جدا احنا اتفقنا على الكلام ده والكلام ده هيكون باستخدام الكلمة المحجوزة اللي اسمها new يبقى نتفق اتفاق ما ينفعش تستخدم الكونستركتور من غير الكلمة المحجوزة اللي اسمها new اول ما بشوف new وراها اي كلام يبقى ده اسم الكونستركتور اقدر ابعت برامتر طبعا عادي جدا ما انت عارف انت عندك كونستركتور بياخد برامتر يبقى لازم اروح ابعت معاك برامتر ايه اتنين واثنين يبقى الاتنين الاولى دي المين لل x val والاتنين التانية لل y val هو انت ليه بتقول الاولى والتانية ايه المشكلة لأ مهم جدا الترتيب الاولى مع الاولى والتانية مع التانية الترتيب مهم جدا وانت بتبعث الارجومت وانت بتبعث ال value ديت طيب تمام رجعتني بيقولك ملحوظة مهمة جدا القيم التي يتم تمريرها وانت بتستخدم الكونستركتور لابد وانت تكون من نفس النوع يبقى معلومة مهمة ومعلومة تانية من نفس الترتيب يعني ايه تهتم بحاجتين يكون نفس النوع ونفس الترتيب التو دي بتاعة اول واحدة دي نوعها انتجر وكمان الاتنين نوعها انتجر طيب والاتنين التانية برضو انتجر هبعث المين لل y val اعتقد كده فهمنا حاجة مهمة جدا لازم يكون الاتنين من نفس الترتيب ومن نفس النوع بالنسبة لليه الارجميتز بتاعتي طيب تمام جملة استخدام الكونستركتور اللي من خلالها هروح اعمل كريات لأوبجيكت اهي اعتقد انها يعني مش اول مرة تشوفها ولكن هنراجع عليها تاني بقول اسم الكلاس بتاعي اسمه اسمه كوردينيت الريفرنس بتاعك اللي هو الابجيكت اللي انت عايز تروح تعمله كريات اهو اسمه نيو كورد طيب تمام بيساوي نيو وانت عارف ان بعد نيو بيجي اسم الكونستركتور ممكن تاني حاضر اسم الكلاس مسافة الابجيكت بتاعك الريفرنس بتاعك اللي انت هتروح تعمله كريات باستخدام الكلمة المحجوزة اللي اسمها نيو طبعا وبعد كده اسم الكونستركتور واقع تنسى تبعت البرامتر ايه ده ده عشرين ومينس 2 والمشكلة عشرين للإكس فال ومينس 2 للواي فال العشرين دي انتجر وكمان المينس 2 انتجر يبقى انا كده ما خلفتش الرولز اللي احنا اتفقنا عليها طيب لحد الان اعتقد كده الفكرة وضحت والدنيا اصبحت يعني واضحة بالنسبة لنا بالنسبة لموضوع الكونستركتور ولكن عايز اقول لك على حاجة مهمة مؤلف الكتاب ما بيعتبرش ان الكونستركتور مسود هي في الغال هي مسود انا ما بلقش انها مش مسود ولكن هو جاء لك لا الكونستركتور انا مش باعتبرها مسود طب ليه قال لك علشان خاطر ما لهاش ريتيرن طيب ما احنا اتفقنا ان الكونستركتور ما لهوش ريتيرن طيب ارجع تاني اهو هو ده الكونستركتور قال لك وبعد كده مسافة واسم الكونستركتور على طول طب فين وفين انت او في لوت او دبل او غيره قال لك لا مش موجود طبعا مش موجود قال لك خلاص انا مش هاعتبرها مسود يبقى خليك عارف ان مؤلف الكتاب لا يعتبر الكونستركتور بمسابة مسود لانه ليس لديها او ليس لها ريتيرن طيب طيب لحد الان اعتقد خطوات اساسية في موضوع الكونستركشن ده موضوع انشاء الوبجيكت تلت خطوات اساسية متضمنة او متضمنة في عملية انشاء الوبجيكت الاولى قال لك اول حاجة بيكون عندي امبت امبتي او ديفولت اوبجيكت امبتي اوبجيكت ادي اول خطوة الخطوة التانية بروح اعمل عملية انشياليزيشن ولكن ما له اكسبلاسيت يعني صريح بروح اعمل عملية انشياليزيشن يبقى اني اكسبلاسيت انشياليزيزر او انشياليزيشن الخطوة التالتة ان الكونستركتور كود ماله هيتنفس بقى اس اكسيكيوتيد يبقى عندك ثلاث خطوات وطبعا نشتغل عليهم حالا الخطوة الاولى امبتي اوبجيكت الخطوة التانية بعمل عملية اكسبلاسيت انشياليزيشن الخطوة التالتة بروح اعمل عملية اكسيكيوت للكونستركتور كود قالك في حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها يعني كمالحوظة كده في الخطوة الاولى لخطوة الايه الامبتي او الديفولت اوبجيكت في حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها بيقولك انستيب وان انستنس باريابلز ار انشياليز تو ديفولت الانستنس باريابلز بتاعتك هتاخد قيم مالها قيم مبدئية وانت عارف اننا لما بيكون عندي بياخد دي القيمة المبدئية بتاعته الديفولت باريو بتاعته القيمة الافتراضية بمعنى صح ولو كان عندك بولين بياخد ولو كان عندك قيم رقمية بياخد زيرو اكيد انت لسه فاكر ان الانتجر بياخد زيرو ولو عندك character اللي هتشار بتاعته بتاخد القيمة اللي انت شايفها دي يبقى خلي بالك في الخطوة الاولى اللي هتشار الديفولت اوبجيكت ما لها قال لك الانستنس باريابلز بتاعتها بتاخد ديفولت فاليو قيم افتراضية لو كان عندك رفرانس بياخد لو كان عندك بولين بياخد لو كان عندك ارقام نيوميريك تايبس ارقام بتاخد زيرو الانتجر بياخد زيرو طيب لو كان عندك تشار طيب بياخد القيمة اللي انت شايفها ديت باك سلاش يو واربع تصفر طيب لحد الان الفكرة تمام ده بالنسبة للخطوة الاولى ناخد بقى الخطوة التانية الخطوة التانية من خطوات انشاء الابجيكت The steps in constructions الخطوة التانية اسمها ايه اسمها explicit initializer يعني ايه explicit initializer احنا تفقنا كلمة explicit يعني صريح وانشياليزر جاي من كلمة initialization بدي قيم مبدئية يبقى قيم مبدئية صريحة يعني مش متضمنة لا صريحة مش ضمنية لا صريحة طيب تمام بمجرد استدعاء الكون structure الفاضي هيكون عندي قيم مبدئية ل instance variables طيب لو سمحت ممكن تشرح لي المثال علشان خاطر افهم ولكن اقول لي المعلومة تاني حاضر بمجرد استدعاء الكون structure الفاضي هيكون عندي قيم مبدئية ل instance variables التبعة لل object الا اذا تم استدعاء ل argument ممكن واحدة حاضر يلا بنا نتفق اتفاق انا عندي الكلاز بتاعي اسمه اسمه coordinate طيب لما قرتلك اسم الكلاز بتاعك تقول لي على طول واسم الكون structure بنفس الاسم اسمه coordinate يلا بنا نشتغل على الخطوة التانية احنا قلنا اسمها اسمها explicit initializers يعني ايه هدي قيم مبدئية لل instance variables هدي قيم مبدئية لل instance variables وهتكون بطريقة صريحة explicit يعني ايه مش انت بتقول له private int expose وprivate int y position جميل طيب ما تديهم قيم حاضر يعني هادي الخطوة التانية ايوة ادي exposition 100 و ادي y position 200 يبقى انت عند قيم ولا لا عندي قيم هيدي initial values بتاعت 100 لل exposition و 200 لل exposition هو فين ال construct لو جاء في الامتحان وقال لك انا عايز construct روح دور على يعني تحت الكود وانت بتنزل تحت كده دور لي على حاجة لي نفس الاسم اسمها coordinate coordinate اه اه ايبا هو ده لكون structure عرفت منين اسمه coordinate بنفس اسم الكلص حاجة تانية public تمام وانعرف ينفع ادي له private ولا لا حالا ولكن بيكون public علشان خاطر اعمله access من خارج الكلص بتاعي طيب تمام حاجة تالتة ايوة حاجة تالتة ايه هي ملوش return طيب وعلشان كده مؤلف الكتاب قالك طيب ما ملوش return طيب لا يعتبر method خلاص انا مصدقك ملوش void ولا into ولا float ولا double ولا غير هو سؤال الكون structure ده بياخد argument ايوة بياخد argument كم واحد اتنين ومن نفس النوع ال x val تمام integer وال y val integer طيب وده مهم طبعا مهم لان x position integer في متغير اصلا مش integer اذا لازم يكون من نفس النوع ولما تيجي تعمل عملية استدعاء تعمل استدعاء على الترتيب خلاص ال x val حط ال x position وال y val حط ال a y position هو ده اللي احنا قلناه طب انا زودت يعني اللي فات القيم المبدئية لان بشرح ال explicit initializer القيم المبدئية الاول 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 التاني بايه بمتين طيب تمام تقدر بقى تشرح لي لو سمحت ايه اللي انت قلته من شوية قلتلك بمجرد استدعاء ال الفاضي هيكون في قيم مبدئية لل التابعة لل يعني عايز تقولي لو انا استخدمت كون استركتور فاضي في المثال ده هيكون عندي قيم مبدئية مية وامتين خاصة بالأبجيكت ايوه ليه لان ال y position بمجرد انشاء ال ال خاصة بيه الداتا الخاصة بالأبجيكت التابعة ليه هيكون لها ايه قيم مبدئية مية وامتين الا لو انت حضرتك عايز تشتغل بطريقة تانية ايه هي اروح اعمل عملية استدعاء للكون استركتور اللي بياخد argument طب انا عايز اعمل كده فعلا طيب حاضر اعمل استدعاء للكون استركتور ده يلا بينا نشتغل اهو انت اعملت ايه قلت لكو اردنيت ده اسم الكلس مسافة اسم الابجيكت بتاعك الرفرنس بتاعك بيساوي نيو وبعد نيو بيجي اسم الكون استركتور ايه ده ده انا هبعت اتنين واثنين انت حر يبقى اصبح عندك الاجس بوزيشن باثنين والواي بوزيشن بكام باثنين طب والمية والمتين اتشالوا اتعمل عليهم عملية اتكتب عليهم مساحة المية وكتبت اتنين ومساحة المتين وكتبت بدلها اتنين عايزة بعد خمسة وتسعة زي ما انت عايز اذا لو انت قلت لنيو كواردينيت وسبتها فاضية بيروح ينادي الكون استركتور الفاضي تمام ويروح يخلي المية للإكس بوزيشن والمتين لو روحت اشتغلت بالكون استركتور اللي بياخد هيروح يديله ايه هيدديله هنا اتنين وهنا كمان هيدديله اتنين لان انا اشتغلت على اتنين واثنين طيب لحد الان اعتقد كده الفكرة واضحة ولكن خلي بالك من حاجة مهمة جدا انت هنا ما عندكش كون استركتور فاضي عندك كون استركتور بياخد طيب تمام بيقول لك رايتنج يور اون كون استركتور عايزك تكتب الكون استركتور بنفسك اذا عايزك تتدرب على فكرة الكون استركتور في الاول في مثال المثال ده بيتكلم على فكرة الفوتينج طبعا انا شرحه بالتفصيل ولكن الاول فيه اجزامبلز للكون استركتور زي اهيه وبعد كده ناخد اجزامبلز وان و تو و سري وهكذا ولكن عايزين نبدأ بالامثلة بتاعة الكوردينيت الاول نبدأ بالكوردينيت وبعد كده ناخد مثال الفوتينج حالا دلوتي مثال الفوتينج على فكرة حلو يعني فيه شغل كتير نفس الكلاس بتاعي اسمه كوردينيت طيب تمام لو انا جيت كده وسألتك سؤال خلاص بقى انت حفظت الكون استركتور يكون بنفس الاسم طب ممكن اسأل حضرتك سؤال تفضل هو لازم يكون عندك كون استركتور واحد لا ممكن يكون عندك اكتر من كون استركتور واحد او 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 ثلاثة زي ما انت عايز ولكن خلي بالك طالما هتشتغل على اكتر من كون استركتور داخل نفس الكلاس لازم تنوع في الارجمينت بتاعت واحد كون استركتور يكون هو ده اللي بيسموه مفهوم ال يعني ايه ارجع معك تاني الاسم بتاع المسود مش احنا قلنا نفس الاسم واحد هو هو ما بتغير ايه هي ولكن الاختلاف فقط في عدد الارجمينت عدد ونوع الارجمينت عدد ونوع الارجمينت طيب تمام انا عندي هنا الداتا بتاعتي ممكن تقول داتا ايه ده مش اتفقنا المرة اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا شرحنا فكرة الستاتيك وعرفت اين بيكون سابت او بيكون واحد لكل ايه لكل الشغل بتاعي لكل الابجيكت بتاعتي زي فكرة العميد بالنسبة للطلبة هنا بيقول لك هو جار العرف انها تكون ولكن هنا عايز يحافظ على الداتا بتاعتي كلها مفيش مشكلة هو حر يبقى الولى والتانية والتالتة الاولى والتانية للا الاكس والواي بوزيشن مالهم دول لكن دول كلاس باريبل تمام دي استاتيك ودي كمان استاتيك برايفت انت اكس بوزيشن واي بوزيشن عندك الاكس بوزيشن واي بوزيشن نوعهم انتجر وبرايفت وعندي متغيرات ولكن عبارة عن استاتيك فاينل يبقى اي فاينل يبقى اي يبقى سابتة يعني سابتة يعني كولستنت برايفت استاتيك فاينل هتبقى سابتة طب ممكن اسألك سؤال تفضل لما بقول كلمة فاينل بفتكر اي 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 بفتكر حاجة مهمة جدا ان لازم يكون اسم الفاينل بتاعي مالو كل كابتل اوعد تكون نسيت وكمان تدي له قيم مبدئية مش احنا اتفقنا على كده في المحاضرات اللي فاتت الخاصة بفكرة الفاينل وشرح الفاينل ادي برضو يبقى هتخلي الاسم مالو كل كابتل وتدي له قيم مبدئية قيم مبدئية لا انت غلطان قيم سابتة مش قيم مبدئية دي قيمة سابتة مش هتتغير معاك فاكر الباي لما كنت بقولك تلاتة واربعتاشر من مية التلاتة واربعتاشر من مية دي قيمة سابتة هتفضل موجودة معاك طوال البرنامج يبقى لحد الان هي دي الداة بتاعتي ولكن على شكلين وclass variable الانستانس variable x y position x y y position الclass variable وطبعا عبارة عن integer قيم اي قيم رقمية صحيحة بتاخد القيمة 0 وال اي القيمة 0 بالنسبة لل x والقيمة 0 بالنسبة ال من لل y طيب تمام لحد الان انا كده خلصت الداتا بتاعتي ممكن لو سمحت ننزل على الكنستر حاضر ادي الكنستر ما الكنستر بياخد two argument وعادي جدا بال x val حط في x position وال y val y position طيب تمام اقدر اعمل كونستر تاني عادي جدا اهو اسمه coordinate وده بنفس الاسم ولكن ده ما لو ده بياخد حاجة واحدة فقط بياخد argument واحد فقط ادي argument بتاع x val اهو عادي جدا x val في x position طب والتاني ايه رأيك التاني يروح ياخد من final يروح ياخد من final default y حطها في y position يعني هياخد 0 تقدر تعمل الكلام ده بالنسبة لل 2 ايوه اقدر اعمل الكلام ده بالنسبة لل 2 يعني ايه يعني تعال كده وخليلي اسمه coordinate بنفس الاسم وما بياخدش اي حاجة خالص empty zero argument هياخد default underscore x احطها في x position وال default underscore y احطها في y position واقدر اعمل المسألة دي مرة بالنسبة لل x ومرة بالنسبة y زي ما انت عايز يعني ممكن تجي انا تقول ه int y val صح كده وخلي y val اهي اخليها في ال y position اما هنا اقول default underscore x زي ما انت عايز تقدر تنوع زي ما انت عايز تقدر تعمل اكتر من con structure انت عندك انا كم con structure عندي واحد بياخد two argument وعندي واحد بياخد one argument وعندي واحد ثاني zero argument عندي ثلاثة con structure بعد كده يلا بنا نشتغل الموضوع voting زي ما مما تتخيل لو انت طبقت او فهمت معايا المثال اللي فات هتفهم برضو موضوع voting ده عبارة عن يعني هو بيديك مجموعة من الامثلة على فكرة con structure فقال لك انا عندي class اسم voter جميل جدا تفهم منه voter يبقى انا عندي con structure اسم voter و class اسم voter و ال con structure اسمه voter تمام فين الديتا بتاعتك اهي اظن سهلة جدا تميزها private و private private age و private final static minimum age minimum underscore age عندي age العمر بتاع الراجل اللي هيروح يعمل عملية voting هيروح يعمل عملية تصويت في انتخابات سواء مجلس شعب او رئاس او غيره مش مهم تمام مهم جدا عمر الراجل اللي هيروح يدي صوته طيب تمام نوع ايه نوع انتجر هيقول لي عندي 18 سنة 20 سنة 40 سنة يبقى عندي ال age بتاع voter و private علشان خاطر احافظ على ال data بتاعتي و عندي متغير ولكن بلاش كلمة متغير خليها كلمة final عندي final final ده ماله ثابت 18 سنة ده minimum age اقل عمر بالنسبة للفوتر اي واحد رايح يدلي بصوته يرايح يصوت في انتخابات لازم يكون عمره يعني 18 فيما فوق ما يكونش اقل من 18 سنة طالما كلمة 18 طالما رقم 18 ده رقم ثابت ايه رايك نخليه في final نخليه في final او ممكن اقول له private static final int ما فيش اي مشكلة خالص ارجع فوق لو تلاحظ قالك ايه private static final طب هنا علشان خاطر ان عايز حد يكون مركز معي private final static ما فيش اي مشكلة بالنسبة للترتيب لاحسن حد يعتقد ان دي غلطة من الكتاب ما فيش مشكلة final static او static final الترتيب مش مهم طيب لحد الان تمام اجي بقى اشتغل على كونستركتور انت عارف يكون بنفس اسم الكلاس اسم voter عندي كونستركتور بياخد argument واحد ما فيش مشكلة هقول له انت اكس انت واي زي ما انت عايز هنا قالك person age طيب تمام حط الperson age ده في الage تمام وعندي واحد كونستركتور ما بياخدش اي argument خالص zero argument وبنفس الاسم اسم voter يبقى عندي voter وعندي كمان voter ده ماله قالك اللي ما بياخدش اي حاجة خالص ماله ده هروح احط فيه minimum age المنمم age هحطها فين في الage تمام المنمم age اله 18 هحطها في الage وابدأ اشتغل عادي جدا زي ما انا انا قلتلك وفي شغل ودحكت عليك وما فيوش اي شغل خالص سهل جدا 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 هو ده فكرة الage voter يلا بينا نشتغل بقى الage example التاني الage example التاني اللي هو عبارة عن zero argument con structure اهو ده بيقول لك ايه بيقول لك حاجة مهمة جدا عايزك تركز فيها معايا بيقول لك انك انت عندك كونستركتور فاضي اذا عندك 3 طرق مختلفة والمسألة كلها بتتوقف على تقديرك كمبرمج للقيم المبدئية انت اللي بتحدد القيم المبدئية الانيشيال فاليو اللي انت هتنوي استخدامها لان ممكن طريقة من الطرق تتسبب لك في حدوث error يعني مثلا قال لك دي اول طريقة هقول له public user يبقى انت عارف ان ده كونستركتور لان ما فيش كلمة ولا انت ولا فلوت ولا ضبل ما بين واسم كونستركتور يبدا كونستركتور وفاضي ما بياخدش argument zero argument طيب تمام واكيد هيكون بداخل الكلاس اللي احنا شرحناه قبل كده الاسم يوزر عندك قيم مبدئية عايزة اديها المين للمتغيرات بتاعتي الانستنس بريابلز بتاعتي النم اف اكس واليوزر ايدي والاميل ادرس يجي واحد يقول النم اف اكس بياله ده انتجر هحط في zero وده عبارة عن سترينج هحط في امبت سترينج دابل كوتيش فاضين وده كمان دابل كوتيش فاضين امبت سترينج ما فيش اي مشكلة خالص وابدأ ان انا اروح اعمل كريات لوبجيكت اسمه ليفنج ستون ليفنج ستون ده عبارة عن اوبجيكت او ريفرانس من الكلاس اللي اسمه يوزر وهشتغل بالنيو يوزر اليوزر الفاضي الكنستركتور الفاضي ما فيش اي مشكلة خالص طيب تمام طبعا هو ممكن يكون شايف ان الرؤية دي مش مناسبة بالنسباله فيروح يشتغل برؤية تانية خالص قالك هنا الاميل ادرس واليوزر اي دي دي عبارة عن متغيرات بتاخد هنا انت عطتها فاضي فلما تيجي تشتغل مثلا وانا تبعت ايميل هتبعت ايميل لحاجة فاضية طبعا ممكن يتسبب لك فمش تعرف تعمل يعني كل واحد ليه رؤية فعملية الانيش اللي بديها طيب تمام جا واحد تاني قالك لأ انا عايز اشتغل بطريقة تانية ايه رأيك لودي zero للنم والمشكلة كلها في الشغل بتاع السترينج هدي لده نال وده هدي له نال فراح قالك لأ ولكن عندك مشكلة ايه المشكلة يلا بينا نشتغل وانطبق الاكواد دي هيطلع لك error ده زي ما اتفقنا قبل كده عندي حاجة اسمها null pointer exception لما باقي استخدم النل يعني بيطلع لإكسابشن خاص بفكرة النل طيب تمام فبقول user جورج جورج ده ما له ده عبارة عن reference او عبارة عن object من الكلس اللي اسم user بيساوي user هستعمل الايه الكون structure الفاضي اذا هياخد القيم ديت هياخد zero بالنسبة ونل بالنسبة الويوزر ايدي ونل بالنسبة الاميل يلا بنا نشتغل على الاميل ها جات الاميل لما تجي 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 الاميل وتخزنه في متغير اسمه اي يبقى اي بتساوي اي اي بتساوي نل لما اجي اقول لك عايز اي dot char at of zero عايز اول character اللي هو زيرو طبعا بيعتبر كلها نل هيطلع لك error يقول لك نل pointer exception لو هنا كان مثلا الاميل shereef at hotmail.com freeforlearn at hotmail.com مثلا وقلت له e dot char at of zero هيطلع لك حرف الاف من free ولكن هنا نل هي دي المشكلة فيطلع لك نل pointer exception طيب تمام يجي واحد يشتغل برؤية تالتة خالص يقول لك أنا هبدأ add initial value ولكن initial value ديت يعني قيم ولكنها قيم تقدر تقول قيم وهمية يعني ايه الكلام ده هقول public user and email اهو اسم lost طبعا انا ضغطت عليه اسم lost lostmail at hotmail.com او at home dot com والuser id unknown id ممكن واحد يشتغل بالطريقة اللي انت شايف ديت يعني كل واحد ليه فكرة يعني كمبرمج في اعطاء initial value بالنسبة لل instance variables بتاعة الobject طبعا الفكرة كلها بتتوقف عليك كمبرمج وانت محتاج تدي قيم مبدئية ايه يعني مثلا هقول لك مثال علشان خاطر تفهم الفكرة ماش ازاي انت عملت برنامج البرنامج ده خاص ببنك فاي واحد هيعمل انشاء هيعمل لحساب في بنك المفترض انك انت تدي له قيم مبدئية لحد ما هو يحط القيم بتاعته يعني مثلا رقم الحساب ممكن واحد يقول لي هخليها كلها اصفار هل دي تعمل معك مشكلة لا ليه لان ما فيش حد رقم حساب كلها اصفار اكيد في اصفار ولكن فير ارقام ثانية خمسة مثلا 0043 يعني اقصد ان الانشيال فاليو هنا بتاعت رقم الحساب كلها اصفار الايميل والله انا شايف ان انا اخلي مثلا الايميل يكون ايميل مثلا unknown at hotmail.com او at اسم البنك دوت com الاد بتاعه اقول unknown اي دي هيا دي القيم اللي اللي ترضيني لحد المال او البتاعه والايد بتاعه وكل بياناته من خلال الوسيلة اللي انا عملها على الانترنت مثلا ان هو يروح يعمل البيانات بتاعه طيب لحد الان الفكرة اصبحت واضحة تماما عايزين نستكمل مع بعض الكون احنا قولنا قبل كده لما تيجي تعمل الكون تدي بابلك ايوة تدي بابلك طب ليه علشان خاطر اقدر اعمل الكون من خارج الكلس طيب تمام ممكن اسألك سؤال ليه ما تخليش الكون برايفت ليه ما تخليش الكون برايفت يعني تعال كده وبدل ما تقوله بابلك يوزر اقول لك ينفع وينفع كمان بدل ما يكون برايفت يكون ويكون ديفولت اذا ان المسألة متوقفة عليك انت انا عايز ليه برايفت عايز برايفت علشان خاطر انا عندي رغبة فعدم تمكين المبرمج من انشاء object من خلاله انا مش عايز اخلي المبرمج ينش object من خلال الكون structure ده يعني ايه انا مش فهم حاضر مش انت عندك class اسمه math وانت فاكر ان الclass اسمه math عبارة عن class لان اول حرف منه capital هو اسمه math تمام ده ماله ده اكيد لكون structure ولكن الكون structure الوحيد بتاعه ماله private علشان انا مش عايز المبرمج ينش منه object اما هتستخدمه ازاي بستخدمه مباشرة بستخدمه بطريقة مباشرة بكتب اسم الclass math dot اسم الميسود عندي ميسود اسمها power power بتروح ترفع الاص يبقى انا بستخدم الميسود جاهزة مباشرة فبقول له math dot اسم الميسود اذا مش هقدر انا كمبرمج اروح اكريت object باستخدام الكون structure بتاع الميس اللي هو يكون private طيب لحد الان تمام وخلي بالك اعتبر ان الكون structure مش method قال لك علشان خاطر ملهوش return طيب وكمان مؤلف الكتاب اعتبر ان الكون structure ليس من الclass members فاكر لما اتفقنا قبل كده وقلت لك مكونات الclass 3 حاجات ال instance variables بتاعتك وال methods بتاعتك وكمان الكون structure لا لو سمحت مؤلف الكتاب مش عايز يخلي الكون structure احد الclass members مش واحدة من الclass members ليه علشان خاطر لا يمكن ورسته ما اقدرش اعمل inherit لايه الكون structure يبقى انت كده عارف الاسباب اللي خلت مؤلف الكتاب يقول الكلام ده الحالة الاولى الكون structure مش method ليه ملوش return طيب الحاجة التانية الكون structure ما يعتبر من الclass members اللي مقدرش اعمله عملية وراس مقدرش اورس طيب تمام في بقى عندك اسئلة الاسئلة دي سهلة جدا ما فاش حاجة ولكن هنرجوع مع بعض question three question four question three بيقول لك اذكر لي الثلاث خطوات اعتقد مش محتاج ان انا اشرح الخطوة الاولة ايه والخطوة التانية والخطوة التالتة احنا لسه شرحين هم حالا السؤال الرابع بيقول لك ايه انت عندك class الclass ده اسمه chief زي ما اتفقنا الchief ده في كام data type كام instance variables name signature dash signature price home caters وشرحنا المثال ده applicate name string signature dash ده برضو string signature price integer والhome caters اللي اما بيقدي الخدمة او ما بيقديهاش طبعا بيسألك اسئلة بقى الا والبي والسي والدي اعتقد ان هما حوالي بتاع 4 اسئلة السؤال الاول بيقول لك show how you would create an object ازاي تروح تكريت اوبجيكت بالله عليك ده فيها حاجة ما فيهاش حاجة خالص ممكن يجيلك سؤال زي كده في الامتحان ويجيب لك class زي كده بيقول لك show how you would create an object of this class ازاي تروح تكريت اوبجيكت من ال class ده تمام reference by an identifier واعطوه لك الاسم الاسم بتاعي بتاع الرفرنس بتاعك بتاع الوبجيكت بتاعك يبقى مهم جدا تعرف تقرأ السؤال صح بيقول لك الidentifier اللي هو بمعنى صح اسم الوبجيكت بتاعك او اسم الرفرنس من ال class ده هيكون اسمه ايه اسمه بير بوجين يعني اين كان الاسم مش مشكلة تسميه اي اسم انت عايزه ولكن طبعا هنا بيطلب منك اسم محدد يبقى لازم تكتبه زي ما هو طيب تمام بيقول لك اسمه بير بويزون بير بويزون سوري assuming that you have a zero argument كونستركتور وخلي بالك افترض انك انت عندك zero argument كونستركتور يبقى وانت بتنشئ الوبجيكت ده عندك الاسم بتاعه وهستعمل كونستركتور هيكون zero argument اعتقد بقى خلاص هو كده بيغششك المسألة وبيوضح لك السؤال مش محتاج اكتر من كده ايه رأيك مسألة سهلة اسم ال class اسم الرفرنس اللي هو عطولك تكتبه زي ما هو بالتفصيل ما تقلفش بيساوي new وبعد كده الكونستركتور الفاضي والله الكونستركتور الفاضي هي اللي اغبطتني اللي اغبطتك ليه ما انت عارف ان الكونستركتور بيكون بنفس اسم ال class هتاخد الاسم زي ما هو وتحط الأقواس فاضية واقع تنسى السمي كولن يبقى السؤال ده مضمونة درجته لو جالك في الامتحان زي ما ده بالنسبة الا بالنسبة بي بيقولك assume يعني افترض that the zero وفاضي zero argument ما بيعملش اي initialization ما بيديش قيم مبدأي and that getter methods are provided in the class انت عندك methods بتعمل getter ما احنا اتفقنا شرحنا getter والستر تمام يلا بينا نروح نشتغل بيقولك for all its variables after after part a what values would you would you expect the following expression to retire عطالك مجموعة من الاكواد ثلاث سطور اكواد وقالك انا عايزك تقولي القيم what values would you expect القيم اللي انت هتتوقعها the following expressions to retire القيم اللي انت هتتوقعها من الاكسبريش انها تروح تعملها عملية retire ده اسم الريفرانس بتاعك dot getter signature ما هو قالك dot get signature price قالك انك انت بتفترض انك انت عندك مجموعة من getter methods زي get signature price زي get name وطبعا هنا بقوله get name equals true هنعرف الكلام ده حالا لما بقول get signature price انا عايز signature price وعايز name وعايز اروح اعمل مقارن ما بين name وكلمة true يلا بنا نشوف الاجابة حالا ادي الاجابة قالك زافرت to expressions الاكسيبريشنز الاولى هترجع zero ونل طب zero ليه ما انت عارف ان price integer فهنرجع zero لانك انت ما عندكش initial values هو قالك كده انت ما عندكش initial values وعندك methods بتعمل ايه بتعمل get اللي getter عايز تقول لي الاكسيبريشنز دي هتعمل return الانو value الولى zero والvalue التاني بتعمل return لنل طب بالنسبة الهنا مهم جدا الجزء التالي دوت بيقولك بالنسبة البي اهو the third expression would cause the program to crash هيعمل لك مشكلة في البرنامج with a null pointer exception عندك null pointer exception ليه اهو يلا بنا نفهم المسألة واحدة واحدة بجيت النام والنام بايه بنل بروح اعمل مقارنة ما بين النل dot equals باعمل مقارنة two strings يعني ما بين ال name اللي هو عبارة عن null وكلمة true ينفع تعمل مقارنة ما بين النل وقيمة string قال لك لا هيطلع لك ال error اللي احنا اتفقنا عليه بتاع pointer exception اسمه ايه نرجع تاني الاسم بتاعه اسمه null pointer exception كده انا خلصت a و b يلا بنا نشتغل على c بيقول show how you would create an object of class chief عايزة تتروح تكاريك object طب ما احنا عملنا الكلام ده قبل كده ولكن قال لك لا هتغير اسم ال reference يبقى انت عندك سؤالين اللي اتنين مرتبطين بعض والل اتنين اسهل مما تتخيل تمام assuming the existence of a four argument بالنسبة لل four argument chief con structure with a header public هيكون public chief طيب تمام وعندك ال argument ايه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة the name of chief is peter pic اعطوه لك اسمه واعطوه لك signature dish بتاعه واكيد هيديك ال price بتاعه ولكن خلي بالك ده price fix ايه ببي لغبطك ازاي تقوله 33 من مية لا ما ينفعش ده انت يبقى لازم تيبوليان هيقولك يا true يا فولز doesn't he does home create مش doesn't لا he does he does home catering does home catering يعني بيقدي الخدمة بتاعة المنازل تبقى ايه تبقى بترو يعني عايزك تقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة كل الفكرة في السؤال التالت دوت هو يمكن يكون المنطوق بتاعه بالنسبة لبعض الناس صعب شوية ولكن ان شاء الله يكون أسهل مما تتخيل الفكرة بكل بساطة عايزك تروح تكريت object وعطالك اسمه جميل جدا وقال لك نخلي بالك انت عندك أربع argument بالنسبة للكون structure اللي هو يكون public chief اهي chief name والdish name والprice والكترز اللي تعتبر بولين يبقى عندك واحدة string والتانية والثالثة والاخيرة بولين اللي الرابعة بولين وبدأ يديك القيم النيم بتاعه اسمه بيتر بيك الديش signature اسمه باكون الprice اهي ولكن دي انتجر يبقى لازم احول القيمة دي الانتجر الكاترينج اللي هي حتة الجزء بتاع توصيل المنازل او تلبية الخدمة بتاع توصيل المنازل يعني تمام اللي هيداز او اعتقراها غلط زي ما نقرأت هيداز مش هيداز انت لا هيداز هوم كاترينج يعني بيقدي الخدمة بتاع التوصيل المنازل احل السؤال ازاي انا عايز اروح اشتغل على فكرة create الوبجيكت المسألة برضو ان شو قال سهلة اسم الكلس الوبجيكت اللي هو اعطاه لك اسمه اسمه بيتر على جزئين هو انت ينفع تسمي اسم الوبجيكت بتاعك وتخلي في مسافات طبعا ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده فهقول له بدون مسافات بديه اول ملحوظة بيساوي اللي هو اسم الكلس بتاعك اللي هو عبارة عن بيكون بنفس الاسم ويبدأ حط القيام بتاعتك اسمه اسمه بيتر ما فيش مشكلة في المسافات هحط الكلام ده ما بين اثنين لانه سترين الباكون ده اسم بتاعه اسمه ما بين اثنين التلاتة بوينت تلاتين خلاها تلتمية وتلاتين زي ما انت شايف خلاها كلها انتجر لان دي القيمة مش بالبينس وانا عندي القيمة بالبينس اللي هي بتاعت البي يبقى حولها لالانتجر تلتمية وتلاتين بيروح يودي طلبات للمنازل يبقى ايه true اعتقد كده الفكرة سهلة وهنا بيبدأ يقول لك خلي بالك انا اروح تعملت عملية convert من الباوند اعتقد ده بالعملة السترليني هيروح يعمل عملية تحويل ما بين الباوند لل البينس طبعا باوند دي العملة السترليني الجنيه السترليني طيب اللي انت متوقع للإكسبريشنز اللي تحت ديت يعني السؤال ده معتمد على فهمك لباورت بيقولك ايه هي القيام اللي انت هتتوقعها the following إكسبريشنز من الإكسبريشنز التالتة دول to produce after making بتربك بعد لما تروح تعمل عملية إنشاء للريفرنس اللي اسمه بيتر بيك وعلى فكرة بيساعدك خدت بالك حطتلك بيتر بيك بدون مسافات بيتر بيك ريفرنس the object suggested in part c يعني ايه في part c ده بعد لما انت خلصت الوبجيك ده عايزك تروح بقى تشتغل على الشغل 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 التالتة دول وتروح تقول لي ايه القيم المتوقعة system تتقود print ln يبقى هيطبع وينزل سطر ثلاث مرات هيطبع وينزل سطر ثلاث مرات بيتر بيك ده اسم الريفرنس dot اسم المسود هيروح يجت signature price هيروح يجت ال name هيروح يعمل مقارنة بين ال name و true من خلال المسود اللي اسمها equals طبعا هنا مش هتطلع error ليه مش هتطلع error لانك انت فعلا عندك name مش null لما كانت بتطلع بتبقى بنل هنا كان بيطلع لي ال pointer exception طيب تمام signature price اه لو انت عملت هنا فوق غلط هيطلع كمان هنا غلط اهو 330 اهو حد يغلط يقول له 3 وايه و30 من 100 باوند لا 330 ون اعطاك مش محتاج شرح اسمه Peter pick هتخلي مسافات طبعا هخلي مسافات لان دي عبارة عن كيمة string مش اسم reference طيب تمام dot equals بروح اعمل مقارنة ما بين ال Peter pick كاسم يعني وال true طبعا اكيد ما فيش واجه مقارنة هتطلع باييه هتطلع ب false ده بالنسبة للجزء بتاع question 3 و question 4 هنكمل الشغل بتاعنا عندي موضوع اسمه default con structure موضوع default con structure بكل سهولة بيقولك ان المسألة باختصار انك انت لو ما روحتش عملتش عملت انشاء لcon structures بنفسك الجافا هتعملك con structure يعني بدلا منك لو انت ما عملتش انشاء لcon structure بنفسك الجافا هتعملك con structure ليك هدية طيب تمام هو ده فكرة default con structure وبيكون على فكرة zero argument ما تتوقعش ان الcon structure ما تتوقعش ان الجافا هتعملك con structure بارجيمنت لا default con structure اللي هتعملها لك الجافا هتكون zero argument هدية منها ليك طيب تمام وخلي بالك الكلام ده مش هيكون ظاهر في الكلس ولكن تقدر تستخدمه عادي وكأنه موجود بعد كده بدأ يشرح لك الفرق ما بين زيس وسوبر الفرق ما بين زيس وسوبر طبعا بالنسبة للناس اللي درست M255 اكيد فكرين الفرق ما بين زيس وسوبر بالتفصيل ولكن هنشرح ه حالا بيقولك ان زيس اقدر استخدمها في اكتر من استخدام احد هذه الاستخدامات ان انا اقدر استخدمها في عمل بروح اعمل كول للكون بروح اعمل عملية وابعت معاه برامتر يبقى اذا الكون بياخد الف وكام وثلتم طيب تمام بعد كده بدأ يشرح لك كلاس اسمه تري انت تري انت ده يطبع لك فيه فكرة زيس بالتفصيل واحدة واحدة مع بعض هنفهم فكرة السري انت ده عبارة اسمه طيب انا فهمت منه ايه فهمت ان كلها اسمها ادي كون اتنين تلاتة اربعة عندك اربعة كون بنفس الاسم طيب تمام ولكن عايز اقول لك على معلومة مهمة جدا جدا زيس لما بقوله زيس وبعد كده ببعد برامتر او حتى ما ببعد برامتر انا بقول زيس وبعد برامتر واحد اتنين ثلاث ببعد ثلاث ثلاث صح كده خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان الطريقة ديت مخصصة فقط للكون ستركتور او عتستخدم الطريقة دي مع المسود العادية الهدف منها بعمل عملية ري يوز اعادة استخدام للكون ستركتور اللي انت كتبت قبل كده يبقى الاستخدام ممكن بقى تشرح للمسال حاضر طيب تمام بعد كده عندي الداتا بتاعتي كلها انتجر وعبار عن برايفت الاسمو بتاعها او الاسمو بتاعها برايفت عندي بي و كيو و الر ال كون ستركتور الفاضي الاسمو سري انت لو روحت اشتغلت بي هيروح يعمل كل يعمل انفو لكون ستركتور بياخد ثلاثة برامتر هبعت زيرو 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 يبقى انت لو روحت عملت اوبجيكت عملت كريات لأوبجيكت باستخدام الكون ستركتور الفاضي ده اللي هيحصل البي هتكون بزيرو والكيو هتكون بزيرو والار هتكون بزيرو يجي واحد يقول لي طب ما انا ممكن اشيلي الكلام ده واقول له بي بتساوي زيرو كيو بتساوي زيرو ار بتساوي زيرو ما فيش اي مشكلة خالص كلامك صح ولكن انا عايز اشرح لك زيس اذا بدل مكتب ثلاث سطور بكتب سطر واحد فقط بقول له زيس زيرو 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 يبقى الكون ستركتور ده ماله الكون ستركتور ده بيدي يقيم مبدئية من خلال استخدام زيس طيب لحد الانتمام بنفس الطريقة ولكن هابعت معايا قيمة الاي هابعت معايا الاي اللي يعبار عن قيمة مين اول واحد فيه خلاص يبقى انت هتحط لي لقيمة بتاعت الاي خلاص والباقي بزيرو اعتقد الفكرة واضحة لو سمحت انا عايز ابعت الاي براحت ادي الاي والبي والتالت باي بزيرو لأ انا عايز اربعة التلاتة الاي والبي والس يبقى البي بيساوي اي والكيو بيساوي البي والار بتساوي الس ما احنا اتفقنا البي كيو ار بالترتيب يبقى كل اللي حصل هو عمل اي هو عمل استدعاء لده فهمت الفكرة اذا كل اللي فوق بيعملوا بيعملوا عملية استدعاء لمين لدوت للس ري انت اللي بياخد اي وبي و س صح كده فلما بقوله زيس وبعت معا مثلا اي وبي وزيرو اهو بيروح يحط الاي في البي والبي في الكيو والس بيحط بدلها هنا زيرو اذا كل الفكرة كل اللي فوق بيعتمدوا على الاي الكونستركتور اللي بياخد ثلاثة ممكن ياخد الثلاثة مع بعض زيرو واحدة تاخد زيرو والتانية تاخد قيمة اتنين ياخد قيمة واحدة تاخد زيرو زي ما انا عايز تماما ما فيش اي مشكلة خالص الهدف ان انا بستعمل زيس بدل ما اروح اكتب بدل ما اقول البي بيساوي ايه والكيو بيساوي زيرو والار بتساوي زيرو لأ هقول ايه كما زيرو كما زيرو وباشتغل بايه بالكلمة المحجوزة اللي اسمعها زيس هو ده فكرة زيس طيب يبقى في المقابل احنا طبعا احنا بنستخدم الكلام ده في الكونستركتور فقط اللي هو فكرة زيس والهدف منه زي ما اتفقنا بعمل عملية ريوز اعادة استخدام للكونستركتور اللي انا كتبته قبل كده اللي هو اصده على مين اصده على ده طيب تمام في المقابل نحن اللي نستخدم هذه الطريقة في عمل انفوك للميسودز احنا اتفقنا مش هقدر استخدم نفس الطريقة دي تليف كرة زيس في عمل انفوك لمين للميسودز وهي دي احد الاختلافات ما بين الكونستركتور والميسودز لو تفتكر معايا احنا قلنا ان مؤلف الكتاب لا يعتبر ان الكونستركتور ميسود علشان خاطر ما بتعملش ريتيرنو طيب وعلشان خاطر ما قدرش استخدم مع الميسودز زيس يبقى ده الفرق ما بين الاتنين وهو ده الفرق ما بين الكونستركتور والاي والميسود خلي بالك ان الكونستركتور لا يستدعي نفسه يعني ايه يعني ما قدرش اقول له زيس واعمل اقواس فاضية لازم اقول له زيس وابعت معاها برامترز ابعت معاها ارجمتز يبقى الكونستركتور لا يستدعي نفسه ما قلوش زيس وافتح اقواس فاضية بابعت ايه الارجمتز او البرامترز بتاعيه هنشرح حالا فكرة طبعا ان هنا بيقولك الكلام ده غلط اهو اللي احنا لسه بنقوله من شوية الكلام ده غلط ما يعتبرش يعتبر ايه ما يعتبرش صحيح يعتبر اللي يعتبر غير شرعي او غير صحيح انفالد يعني غير صحيح بابلك سري انت بينفعش اقول له زيس واقواس فاضية الكلام ده غلط بابعت ايه زيرو زيرو بابعت ايه كومة زيرو بابعت ايه بي ايه كومة بي كومة زيرو زي ما احنا شفنا في المثال اللي فت عايزين نشرح حالاً فكرة السوبر الفكرة بكل بساطة من السوبر طبعاً السوبر دي عبارة عن كيوورد عبارة عن كلمة محجوزة لو انا افترضت ان انا عندي كلاس اسمه for int الفور انت ده عبارة عن كلاس بيارس بيكستنز بيينهرت من يبقى انا عندي ساب وعندي سوبر عندي الساب اهو اللي هو الفور انت وعندي السوبر اسمه سري انت بالنسبة للكلاس اللي اسمه for int ده ماله ليه داتا خاصة بي وفي نفس الوقت ماله بيارس الاشياء اللي انا اقدر عمل لها عملية وراسة الممبرز يعني اللي انا اقدر اورسهم من السري انت عادي جدا يبقى هو ليه الداتا الخاصة بي الفور انت ليه الداتا الخاصة بي وليه كمان المسوز الخاصة بي انا بتكلم على الداتا دلوقتي طيب تمام وفي نفس الوقت الفور انت زي ما ليه الداتا الخاصة بيه ده بيكستند بيعرس من مين من السري انت الممبرز اللي هيخليهم يعني السري انت هيسمح له بيهم هيسمح له بوراستهم طيب تمام لحد الان تمام اثبتني الكلام ده حاضر الفور انت اهو ليه برايفت انت اس اذا الاس ما لها الاس ده عبارة عن انستانس فاريابل نوع انتجر وبرايفت خاص بالفور انت تمام جميل جدا وليه المسوز الخاصة بيه لحد الان المسألة افاش مشكلة الفور انت في مجموعة من المسوز اهي والانستانس فاريابلز الخاصة بيه اللي هو منهم الاس طيب تمام وبيارس من السري انت الانستانس فاريابلز بتوها والمسوز اللي بيسمح له بيهم هو فقط طيب تمام تقدر بقى انك انت تعملي كونستركتر يكون بنفس الاسم مفيش مشكلة هقول له بابلك فور انت بياخد كام ارجمنت انا عايزه والله ياخد اربع ارجمنت ازاي ازا كانت عندك اس فقط هتحط الكلام الباقي فين هقول لك حالا يبقى عنده a و b و c و d يبقى الفور انت عباره عن كونستركتر بياخد اربع ارجمنت a b c d وطبعا public مفيش مشكلة خالص المفترض انك انت تخزن ال a في انستانس فاريابل وال b في انستانس فاريابل وكمان ال c وال d ولكن جاه هنا قالك بالنسبة لل d هروح احطها في ال s عادي جدا جدا الله طب فين ال a وال b وال c قالك هروح اشتغل بكلمة محجوزة اسمها super super وبعد a و b و c هو انت عملت ايه انا كل الفكرة استخدمت الكونستركتر الموجود في الكلاس اللي اسمه 3 int بدل ما اروح اكتب القيم تاني ممكن استفيد من خلال الكلمة المحجوزة اللي اسمها super واروح اعمل عملية invoke للكونستركتر اللي بياخد 3 برامتر اللي احنا لسه شرحينه حالا الموجود في 3 int وهو ده فايدة الوراث ممكن لو سمحت تاني حاضر انا عنديكم استركتر اسمه 4 int بنفس اسم الكلاس بياخد 4 argument لحد الان مفيش مشكلة ال d هروح احطها في ال s ليه لان ال s دي خاصة بال 4 int طيب تمام طب هتعمل ايه في ال a وال b وال c قالك ال a وال b وال c اقدر ان انا اشتغل عليهم من خلال الكلمة المحجوزة اللي اسمها super السوبر دي بتروح تعمل عملية استدعاء عملية invoke للكونستركتور الموجود في السوبر كلاس اللي اسمه 3 int وهو ده فايدة ال inheritance فبروح اقول لسوبر وابعت معا ال a وال b وال c علشان خاطر ان انا يعني اوفر في كتابة الكود يبقى الهدف هو عدم تكرار اكواد الكونستركتور الموجودة في الكلاس ال a السابق بيقول لك default use بالنسبة لل ايه لل sub كلاس كونستركتور default use of sub كلاس كونستركتور لو انت مروحتش عملت استدعاء لل super كلاس بنفسك هيروح الجافا يعني بالنيابة عنك هتروح تعمل عملية استدعاء ل zero argument ده بصمحت انا مش فاهم حاضر مش انت اتفقنا ان احنا نستخدم السوبر طب لو انت ما استخدمتهاش الجافا هتعمل لها عملية استخدام تلقائي لوحدها بدون ما انت تعمل الكلام ده بنفسك يبقى كل الفكرة public class name يبقى ده اسم الكونستركتور اسم الكونستركتور وكأن في كلمة super وكأن في كلمة super بتروح تعمل عملية استدعاء للكونستركتور الموجود في السوبر class بنفسها بتعمل عملية استدعاء للكلاس بتعمل عملية استدعاء سوري بتروح تعمل عملية استدعاء للكونستركتور الموجود في السوبر class بنفسها وكأنك كتبت كلمة super وكتبتها فاضية بالمنظر طبعا هنا احنا كتبنا الكلام ده بادينا لان انا عايز كونستركتور محدد عايز اقول له عايز الكونستركتور اللي فيه A و B و C يعني ليه تلاتة ارجمنت ولكن هنا هو بيروح يعمل عملية انشاء بيروح يعملية استدعاء للكونستركتور الفاضي بنفسه من خلال الكلمة المحجوزة اللي اسمها سوبر هو ده فكرة الديفولت يوز اف سوبر كلاس كونستركتور لو انت ما روحتش عملت عملية استدعاء زي ما احنا عملنا فوق عملت عملية استدعاء بطريقة مباشرة الجافا هتروح تعمل عملية استدعاء نيابة عنك لواحد سوق ولواحد كونستركتور ولكن نوعه ايه نوعه زيرو ارجمنت بالطريقة اللي انت شايف هدية وبعد كده بيكتب سوبر فاضي طبعا الكلام ده انت ما بتشوفهوش هو بيعمله ولكن في الخفاء بيعمل الكلام ده بالنيابة عنك فاضل لنا موضوع الموضوع ده اسمه garbage collection عايزين نركز فيه واحدة واحدة هو عبارة عن كلام نظري ماتفوش اكتر من كده ولكن علشان خاطر لو جاء لك في الامتحال الفكرة بكل بساطة ده اخر موضوع في محاضرتنا النهاردة الموضوع اسمه garbage collection كلمة garbage اللي ايه النفايات يعني القمامة فكلمة collection بيجمع النفايات وكأنه جامع لالقمامة فكل الفكرة ان احنا طبعا امنا بعملية انشاء لعدد كبير جدا من الابجيكت في البرنامج بتاعنا ولكن الفكرة ازاي تقدر تتخلص من الابجيكت ديت يعني ايه لو انت عملت كرية الابجيكت المفترض ان هو يكون في الميموري بيحتل مساحة من الميموري انا عايز اروح اتخلص من الابجيكت الموجودة في الميموري علشان خاطر احتفظ بالمساحة بتاعتها علشان خاطر افضي المساحة بتاعتها اعمل عملية تفريغ يعني للمساحة ديت علشان خاطر شغلة تاني علشان خاطر البرنامج مايعملش هانجينج تمام؟ مايحتلش مساحة من الميموري علفاضي ويبطق الجهاز بتاعي ويعمل طبعا بطء للبرنامج بتاعي والجهاز بتاعي كل الفكرة ان احنا لما بناروح نعمل عملية انشاء الابجيكت الجافا انتربريتر المسؤولة عن المسألة ديت هيروح يعمل كرية لمساحة كافية في الميموري للمين؟ للابجيكت طبعا بالاضافة لمساحة كافية للانستنس فاريابلز خاصة بالابجيكت اذا لو انا عملت انشاء الابجيكت الجافا انتربريتر هيحجز مساحة كافية في الميموري للابجيكت وكمان الانستنس فاريابلز الخاصة بي طيب وبعد كده الابجيكت هيكون غير مستخدم السيستم هيروح يعمل عليه عملية مارك يعني ايه يعلمه يروح يعلمه ويقول ان الجزء ده غير مستخدم فبالتالي السيستم عنده القدرة في الوقت ده انه هو يعمل عملية تدمير destroy للمساحة المستغلة ديت ليه؟ علشان خاطر اقدر وفر مساحة مرة تانية في الميموري اقدر وفر مساحة في الميموري استخدمها لبرنامج تاني ولا حاجة طيب تمام في المسال اللي انت شايفه ده اللي هو بيروح يشتغل بيقولك public void grid user ده عبارة عن method عرفت منين قبلها void ما بتعملش return value بتاخد argument والargument ده عبارة عن local variable اسمه user name نوع string اصبح عندك reference اسمه ايه اسمه user name نوع string تمام؟ طيب تمام اذا في المسال اللي انت شايفه ده system هيقوم بانشاء وتوفير مساحة للstring ده اللي عبارة عن ايه عبارة عن string object reference by greeting reference by greeting يعني ايه انا عندي اهو string greeting ده عبارة عن object اسمه اسمه greeting طبعا نوع string وده عبارة عن local variable اسمه user name طيب تمام يبقى الجزء ده اللي انا بشتغل فيه اهو هو ده اللي يهمني لان ده بالنسبة لي local variable انا بتكلم على ده اهو عندي في المسال ده قيمة string اسمها greeting عبارة عن string object reference by greeting اهو يعني اسمه greeting ونوع string باحتفز من خلال المجموعة من characters اللي هي how do you do مالك الجزء ده هو ده الجزء اللي انا احتلت فيه مساحة من الميموري طيب انا خلصت المسال بتاعتي بعد لما انت خلصت المسال بتاعتك المساحة المستغلة للobject ده اللي اسمه greeting مالها انا محتفز بجزء في الميموري اسمه greeting هروح اعمل علامة unused يعني هعلم عليه ان هو unused غير مستخدم ده بالنسبة للسيستم يعني هيكون الوضع ده هو الوضع الامن لازالة المساحة المستخدمة او ازالة المساحة المحجوزة من الميموري ممكن تفسر الموضوع ده حاضر انت عندك زي ما اتفقنا مساحة محجوزة وهفضيها وفي نفس الوقت انت عندك method المسال اسمها greeting اسمها greet user بتستخدم يعني متغيرات المتغيرات دي مالها local variable مرتبطة بايه بالمسال مرتبطة بمدة حياة المسال اول ما روحت عملت invoke للمسال استغلتها بعد كده خلاص مش مستغلة اذا كل المسألة ان انا كان عندي مساحة واصبحت غير مستغلة هعلم عليها هتكون market يعني متعلم عليها بانها unused غير مستغلة سواء بالنسبة لل local variable او بالنسبة لل reference بتاع اللي اسمه greeting وطبعا الكلام ده هيقوم به system نيابة عنك المسألة دي كلها على بعض اللي اعملت تفريغ المساحة المغير مستغلة دي بيسموها garbage collection طب ممكن تقول لي مزاياها وعيوبها حاضر عيوب المسألة بتاعت ال garbage collection ديت ان العملية ديت هتتسبب في بطء يعني بسيط للبرنامج وبطء البرنامج ده كارسة يبقى عيوب المسألة اللي اسمها garbage collection دي او عيوب العملية اللي اسمها garbage collection هتتسبب في بطء البرنامج طب ولكن في ميزة حلوة قوي قوي يعني بالنسبة لنحنا كبروجرامرز انت غير مسؤولة على الاطلاق انك انت تقوم بعملية garbage collection بنفسك في الجافا الجافا بتعمل garbage collection نيابة عنك كمبرمج ولكن في السي لا انت المسؤول عن عملية ال garbage collection يبقى اتفقنا في الجافا مش انت اللي بتعمل ال garbage collection الجافا نفسها اللي هي اللي بتعملها ولكن في السي يعني البرنامج اللي شغالين في السي عارفين ان في حاجة اسمها allocate وفي حاجة اسمها D allocate ال allocate بيحجز بيها مساحة في الميموري وال D allocate يعني بيعمل عملية تفريغ للمساحة دي من الميموري إذن ال garbage collection في الجافا بيتم بطريقة automatic ولكن في السي البرجرامر هو اللي بيعملها المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشتغل على section 5 some examples of java class هيعلمك انك انت تشتغل على ال classes في الجافا طبعا احنا عملنا الكلام ده قبل كده ولكن هو بيحاول يدربك اكتر على فكرة ال classes المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشتغل بداية من صفحة 32 في يونت سيري وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر